السلام عليكم قبل ما ابتدي فيديو وصفة النهاردة هرحب ارحب بكل المتابعين الجدد اللي نضموا لكونيتي انا النهو اسمام ودي كونيتي خاصة للوصفات العالمية والوصفات كمان الاقتصادية وصفة النهاردة هنعمل مع بعض البوفتيك بطريقة جميلة جدا ولا سهلة جدا وتدبيلة ولا اربع من كده وكمان ازاي نحافظ على الاشرطات وما تفكش من هنا يلا بجينا نشوف هنعمل ايه احتاجت كوباية من ماء البصر ماء البصر بنجيب بصله ونصفيها كويس وناخد الماء اطاعتها حوالي كوباية بعد كده احتاجت معلقتين كبار من الزبادي وعصير لمونتين كبار او ربع كوباية من عصير الليمون تمام وكمان هحتاج بيضة واحدة تدبيلة دي انا معتمدايها جدا جدا فسهلة جدا من غير اي وقت بعد كده يعني هزبط التدبيلة بقى الملح والفلفل الاسود فقط مش هحط اي بهارات او اي توابل تاني لان هي كده كفية جدا يستحسن ان احنا نتابل البوفتيك من بالليل للنهار او على اقل قبلها بثلاث ساعات مش هقل من كده نيجي بقى البوفتيك بتاعنا بنجيبه من الجزار بيبقى شرايحوا فياعة كده بنقول للجزار احنا عايزين قطعت البوفتيك هو بيبقى مزبطها ونجهده تمام هو طبعا مش بيبقى يعني رقيق لا احنا بنجيبه بحط كل استيكا كده من البوفتيك نفسها بين كيس وبالمدائد تاع المطبخ ببتدي ادق كده علشان بس تبقى رقيقى ويعني تشرب معي تدبيله واضمن ان هي تستوي في الزيت بسرعة تمام ضروري خطوة ان احنا ندقها علشان لو فيه حد لسه جديد في المطبخ يبقى عارف احنا بنعمل ايه خلصت كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة دي بعد كده هنزل بيها على طول في التدبيله اصدقوني التدبيله دي محدش اجربها لو اعجب بيها جدا جدا وبتخلي طعم اللحمة جوسي ومستوي على طول ما بياخدش اي وقت خالص في النار بجد جربوها ورجع اقولولي ايه رأيكم وبجد انا واسقا ان شاء الله مليون امية ان هي عطي عجبكم خلصت كل الكمية بتاعتي شلتها في التلاجة انا عن نفسي حضرتها قبلها بتلات ساعات بتلات ساعات وكانت كفاية جدا وكانت جوسي ومستوية على الاخر نيجي بقى فبولة واسعة او علبة بلاستيك واسعة اي حاجة تكون واسعة عندكم خط فيها بقصمات مطحون حوالي نص كيلو من البقصمات المطحون كمية الاستيك اللي انا استخدمتها البوفتيك كانت نص كيلو تمام حطيت شوية بس من الملح والفلفل الاسود على البقصمات وقلبتهم كويس وابتديت اخرج البوفتيك انزله في البقصمات وتأكد كويس جدا ان كل البوفتيك نفسه اللحمة نفسها متغلفة كويس جدا بالبقصمات ضروري جدا عشان كده بقولكو ان احنا نستخدم حاجة واسعة نقدر نتحكم فيها لو في حاجة اوسع من كده يريد يكون افضل تمام؟ كل ما بديها رشة من البقصمات لاحظوا ايدي ان انا بدوس عليها لشان اتأكد ان البقصمات ابتدى يمسك فيها هخرج برضو كده وهنفطها وعلى طبق كبير كده هبتدي ارسطها بالمنظر خلصت كل الكمية بتاعتي هتطر هحتاج ان انا اشيلها في التلاجة على اقل لنص ساعة متغلفة بالبقصمات قبل ما اقليه على طول عشان اضمن ان هو مش هيفك مني في زيت غزير يكون سخن هبتدي انزل بطنة ومنقلبهوش الا لما الجزء اللي من تحت يكون غير لونه مش مش على طول نقلب فيه ولاحظوا ان هو كمان بيكش وقادي هو قدامكو على الطبيعة مفكتش القشرة ولا اي حاجة عشان كده بقولكو التدبيلة دي رائعة جدا ومحدش جربها من وراية اللي هو فعلا اعجبته وانبهر بيها جدا هنا هو بقلبه بشوك عادي جدا بصوا اللون اللي اخده بجد جميل جدا 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 وهنا بعدت كمية كلها كنت اقدموها على حالة لحسب رغبتكم انا قدمتها مع صلة جدا اتمنى تكون نالت اعجبكم واستنون الفيديو جديد قريب ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة